في صحيفة The Sun الإنجليزية اللي برضو قالوا أو أعلنوا على أن التشيرتات اللي هي برقم سبعة طبعاً بيحمل اسم الأسطورة أو رقم الأسطورة بورتغالي كريستيانو رونالدو اتبعت كلها من المتاجر في ألمانيا وعايز أقول لكم عفواً المان يونيتد عفواً وعايز أقول لكم رغم أن الكلام اللي مفروض أنه هو متداول حالياً ومفاوضات عن رحيله لكن أعتقد أن ده ما أصرش تماماً في فكرة أنا فرصة بيع التشيرتات بتاعت رونالدو يعني مفروض الناس كانت تتوقع العكس خلاص لهو حيرحل الناس بتشتري التشيرت بتاعته ليه أصلاً وهي برقم كبير زي ما حضراتكم عارفين لكن العكس هو اللي كان صحيح هي يعني خلصت من أصلاً يعني الستور زي ما بتقاله وفي كل الأحوال مازال عندنا أو بيبقى رونالدو هو يعني عنده عام مفروض فاضل في العقد بتاعه مع منشستر يونايتد لكن محدش عارف بقى هو هيكمل ولا مش هيكمل هل هو هيجدد ولا مش هيجدد يعني كلام كتير جداً تردد وفي كلام برضو زي ما حضراتكم أكيد سمعتوا أن فيه ناس بتقولك لأ هو حيروح لبارسلونا يعني على كل حال رونالدو اسم كبير جداً نتمنى ليه التوفيق لأن زي ما بتقال كده اللاعب لما بيكبر برضو أو هو لو لعب تقيل وبعدين هو خلاص مفروض هيعتزل الناس بتبقى حابة أوي أنه يعتزل بأفضل صورة ليه أو بأحسن صورة ليه لسه فيه كلام كتير على رونالدو واتس ناكست زي ما بتقال لكن أكيد في الأيام الليلة اللي جاية هنبقى عارفين إيه بالزبط اللي حيحصل أو إيه هو مصير يعني رونالدو لكن أكيد أكيد ما أعتقدش أنه هو هيكمل مع منشاستر ينايتر على كل حال